السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ومعاكم بحر المنسي من قناة سماء المحبة قراءة فنجان وطروت تفصيلية لمواليد برج العقرب بإذن الله من شهر فبراي رأسود لعام 2022 بس هم نبدأ الفيديو لو انت دي معنا في القناة برج العقرب اضغط اشتراك وفعل الجرز عشان يوصلك التوقعات الشهرية والاسبوعية لبرجك والحجز القراءة خاصة هتلاقي اللينك بتاع الجروب أسفل فيديو سندوق الوصف كما انك هتلاقي رقم الواتس مكتوب على الشاشة ومكتوب فيه صندوق الوصف تقدر هتواصل معايا من خلال رقم الواتساب نبدأ بسم الله الرحمن الرحيم برج العقرب السيفان فارس الكقوس وثلاث سيوف برج العقرب على ما يبدو من هذه الكروت انك انت بتشعر بحيرة شديدة تجاه علاقتين في حياتك علاقة مع شخص انت بتحبه وبتجد ان هو مميز في حياتك او بتجد انك انت حابب انك انت تكمل معاه او زي ما بنقول كده فارس او فتاة احلامك طبعا يقرأنا الرجال والنساء هو شخص يعني انتو كنتوا بتتمنى وجوده احد زيه من زمان وما بين شخص متواجد في حياتكم في الوقت الحالي ممكن يكون زوج ممكن يكون ارتباط عادي فانتو بيكون ردكم شعور بالحيرة الشديدة تجاه هزين الشخصين ومش عارفين تتخذوا القرار لمناسب النجمة الموت فتى السيوف هناك قرار هاد ينبغي عليكم اتخاذه او كأنكم عزمتم على اتخاذ قرار هاد هذا القرار هو بشأن انتهاء علاقة القديمة مع الشخص اللي انتم كنتوا مرتبطين بيه من اجل محاولة التقرب من الشخص الاخر اللي انتم بتشعروا تجاهه بالحب اللي هو يعتبر بالنسبة ليكم بمثابة النجمة او الشخص اللي انتم بتسعوا للوصول اليه قاس الكقوس قاس الكقوس الكاهنة عشر سيوف هناك نوعا ما من القلم الشديد اللي بتشعروا بيه واللي بتكون معاكزين عن تخطيه قلم نفسي شديد نقدر نقول ان كأسكم كأس البال عندكم هيفيد في شهر فبراير يعني هيكون عندكم اموال كثيرة ورجحات مالية كثيرة كما تخططون بالظبط ولكن ربما اي حركة خاطئة في هذا الشهر او اي تصرف غير مدروس في هذا الشهر قد يؤدي الى خسائر مالية ضخمة وكأنه اصبح مطلوب منكم ان تمشوا على صراط معين في العمل وان تلتزموا به قاس العصر السازج والتسع سيور هناك ضغوطات في حياتكم لدرجة كبيرة وكأنكم عجزين على التخلص من اوضاع لا ترضيكم ولكن في شهر فمراير هتكشفوا عن كارت هام كأنكم هتظهروا شيء معين بيظهر قوتكم وهيمكنكم هذا الامر من الحصول على اوراق كنتم تسعوا للحصول عليها من فترة بعيدة كأوراق ميراس كحقوق قطلاق ولكن أوراق هامة ستحصل عليها بعد الكشف عن هذا الكارت الامبراطورة الامبراطورة اربع سيوف والعاشقات هلاك ما يشبه علاقة حب بتتطور عندكم بشكل سريع مع الشخص الجديد اللي دخل حياتكم نقدر نقول ان الشريك او الشخص الاخر اللي في حياتكم القديم بيبدأ يراقبكم وبيشعر تجاهكم بالشكل كثير من أجل محاولة اثبات ان في علاقة اخرى في حياتكم ولكن كأن هذا الامر لا يهنكم وكأنكم بتسعوا الى تطوير العلاقة الاخرى مهما كانت الاسباب ملك السيوف الكاهن وخمس عصيان يعني هناك عداء كثيرين لكم او اشخاص يكنون لكم الكثير من مشاعر الغلب والكثير من مشاعر الحق بسبب امر الانفصال الا ان هيكون عندكم تدخل لرجل يحمل طابع روحاني كبير وله كلمة مسموعة وتدخل هذا الرجل هينهي الخلافات اللي انتم فيها باذن الله تعالوا نبص على كروت الاوريكال قالت الزمن الوضع كما هو رائع وكامل نقدر نقول ان الكروت دي قالت الزمن بتحدد الوقت او بتحدد المسافة فبكل بساطة نقدر نبص على الكروت التانية بتتكلم عن الحرية او حصولكم على حرياتكم من هذه العلاقة واستماعكم او الى استماعكم لاخبار جيدة لها علاقة بعودة حقوق شرعية ليكم بعد فترة معينة هيدا نحددها اللي هو نبدأ قراءة الفنجاد نبدأ قراءة الفنجاد الحالة النفسية عندكم شايف ان هي جيدة برغم المشاكل برغم الخلافات برغم كل الشيء بيوزعكم اللي ان الحالة النفسية جيدة لدرجة كبيرة اسم الله مكتوب عندكم في الفنجاد ومكتوب على شكل سفينة يعني كأن الله بيحرسكم وبيحميكم من اي مخاطر ووجوه كثيرة في فنجانكم الكثير منهم ينتظروا لان يحصلوا على خطأ منكم من اجل ان يحاربوكم به ولكن كما ذكرتكم وكما قلت لكم في التاروت ولاك شخص له طابع روحاني وطابع ديني هو القادر على حماياتكم وانهاء الخلافات اللي انتم بتمروا بيها في كلام كثير هتسمعوه هيتقال عنكم في الفترة القادمة وطرق هتنفتح ليكم بتحمل لكم اجابة لدعوات وتحقيق لامنيات اتمنى تكونوا قراءة عجبتكم يا موليب برج العقرب ما تنسوش اشتراك في القناة وتفعيل زرج الجرس والحجز اقراءة خاصة هتلاقي رقم الواتس مكتوب قدامكم على الشاشة شكرا لكم يا موليب برج العقرب السلام عليكم اشتركوا في القناة